لطالما عرفت الترجمة بأنها اختصار واختزان للنص ولكن التجربة رواية سيدات القمر تقول شيئا مختلفا فترجمة هذه الرواية العربية باحت بكل ما حملت من معان فوق السطور وبينها حتى وصلت بها إلى جائزة البوكر الدولية عام 2019 سيدات القمر أو الأجرام السماوية عنوانان لرواية واحدة كتبتها الروائية العمانية جوخ الحارثي على مدار خمس سنوات ثم استغرقت الأكاديمية الأمريكية مارلين بوث بضع سنوات أخرى في ترجمتها حتى تربعت اليوم على عرش أفضل رواية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية هذا العام هذه الجائزة العالمية وأول مرة كاتب أو كاتبة عربية يفوز بها فبالتالي هذا يفتح المجال لأن يقرأ الأدب العربي بشكل أفضل ولأن يحظى الكتاب العرب بمزيد من الاعتراف الدولي لأن الأدب العربي أدب عظيم جدا يستحق الاعتراف ويستحق أن يقرأ في كل العالم الحارثي أول عربية تفوز بهذه الجائزة منذ تأسيسها وفوزها اعتبره كتاب ونقاد بوابة جديدة لعالمية الرواية العربية التي بلغت من التجربة والخبرة ما يوهلها للمنافسة كما ترى مؤلفة سيدات القمر الجائزة التي أعلن عنها في لندن مؤخرا وتزيد قيمتها على 63 ألف دولار يتقاسمها المؤلف والمترجم مناصفة ولا يعرف مشقة ترجمة رواية من لغتها الأصلية إلا من تقمص شخصية الكاتب وأبطال العمل حتى ناطق بلسانهم وباح بمكنونات صدورهم لأنني ما بعرفش اللغة اللحقة العمانية والثقافة العمانية كان لازم أعتمد كثيرا على الكاتبة وهي كانت بتساعدني كثير جدا وأحيانا بتبعث لي صورة لبعض الأشياء الخاصة بالثقافة هناك رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية بيتاني هيوز قالت إن سيدات القمر استحوذت على القلوب والعقول على حد السواء لما لا وقد اختارتها اللجنة من بين 108 روايات كتبت بـ 25 لغة مختلفة حول العالم اشتركوا في القناة